مرحبا هلو 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 بدي اليوم بيكون الرسم part 2 اعتقد هذا الفيديو رح ينزل في اول اسبوع من رمضان ان شاء الله فاحب اقول لكم بارك عليكم شهر و رمضان كريم يلا نبدأ مرحبا اوكي لاتس جو الان ارسم على الكراس طبعا هذا الوراك المناسب للاكريليك والالوان السيدية اين عندي هذا جلب الرصاص جلب تنهيل للتعديد بالرسمة قبل تلوينها وهذا رصاص التعبئة حق الكلام تصدقون اول ما اشتريه هذا القناة كنت قريبا قبل 6 سنوات للان هو معي بس اللي اشتريه هو هذا كنت عبئة طبعا اول ما اشتريه عندما كنت اعلم كيف اعب بالرصاص زيادة عندما عدت في اليوتيوب ما اتكلم عنها الشيء ما اتريه ان تصعد فيها فسويت فيديو كيف تعمل اعبئة اول ومشاهدات كثيرة تقاربات في ناس نفسي ما يعرفون كيف بسو كذا هو يصير هنا ابدأ احدد معالم الرسمة كيف تعمل هل تعمل اصف 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 هذا بشكل عفيف بس عشان يبهيلي حدود الرسمة والألوان اللي هاهضة في الحدود وبشكل عفيف كما بسيط وهذا اللاصق أفضل اللاصق للألوان لأنه ملعب بطول على الكراسة الثالثة إن شاء ما يخرج لك أبدا مرحبون أن يحطر هذه الكراسة للتلوين ثم يلون يجبًا 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 اللاصق بشكل صغير عشان أبغى أعقص عدود الرسمة و لأن يبغى الرسمة سماء و أرض و ما بغى الرسمة نفسها تغرب من باقي الألمان فهذا اللاصق سوي حماية للرسمة نفسها الآن رأي تدفون به وهذا أول شكلنا إلا أنا رصت من اللاصق شوفوا قدتها لبس العدود الرسمة عشان يسوي عماية بالألوان شايفينك كذا نصعد طريقة شوية صعبة لكن من المتوقف عندي طبعا فيها الشيطان التي تقدرون تصوم عماية هو في الجل الجل الخاص للرسم ما أعرفها أو ما شفتها بس بعد عدنا و شفتها في الفيديوهات كيف يستخدمونها بس ما تدربتها الصدق الآن راح أجيب هذه حيات الألوان بس المشكلة طبعا من المستغلتها ولا عملي أغطقتها بما أعرف كيف يدريك التطبي ألوان الإكراليك بس شكلها مرحل جميل جميل طيب الآن راح أجيب الألوان عندي ألوان أكل لك الآن راح تشوفون كيف شكلها هي تجي أكل لك سكيل و مخلوط بموية أشوفوا هذا اللون الأزرق سايفين كيف شكلها كذا مرحلو عجبني أغطى 8 شيئا هي تجي 6 عباد مرحلو أنا كنت أرسم زمان بالوان إكراليك مائية تكون كذا خفيفة ما عبيتها نحس هذا فكيل أفضل صحيح إنه ينشب أكثر لكن هادي تقدرون تغلطون مع موية وهذه الألوان جدا جدا ممتازة و مره رخيصة بشكل اللي عبيتها للم الرسم أنصحه في هذه الألوان مرحلو هنا أخذت اللون الأبياء أحبت متجمع اللون الأزرق لأني أبقى الطبقة تكون كذا سماوية يكون لون السماء سماوي فاتح مرة هنا هنا عندي هذا الكوب في موية لازم أن أضف الفرش في وقت استخدامها لأنه لما استخدم الفرش وخليها كذا بدون ما أعطها في موية تصير مره عبزة وتخرب على الطول لازم تكون كذا معطوطة في موية طيب الآن سأدمج الألوان و لما نوصل لدرجة المناسبة لسماوي الحمد لله لابست بغيرة الرسم حشان ما أوصخ المكان طيب الآن بنفس اللاصق راح أعط هماية بين العدود أرض وسمة لأني راح يستخدم لون هين فما بغاهم يحطلتهم مع بعض وتهرب الرسمة فهذا هو الأفضل يعني أعطهم لسق لأنهم قبتال لون كده أعطي بدماغ أو أن الرسمة أتغرب أو شيء أبقب لأني أعطي بأك و أعطي بدماغ وأعطي أقب وأيضا و أعطي بدماغ أن أعطي أبغ انا ابغى كذا سماوية فادي طبعا شوفو الانوان بدت تنشف مفروض اني رسمت بسرع الان الانوان بدت تنشف لازم استخدمها بشكل سريع لانها مغلط معها مويا فاكذا سوف تنشف بسرع بدت اوزعها مع الورقة انا مره مره انا مره احب هذه الاقرار اللي صوت الفرشا على الورقة مريع جدا اوه يخليني انتبج ما علينا اسويه مره احب هذا الصوت تسمعونها صوت الفرشا والانوان مع الكراسة صوت مريع جميل صوت مريع جميل هنا الالوان زي ما قلت لكم بدت تنشف قررت بسيدهم كذا على الطولة الكراسة مريع جميل هذه المشكلة تنشف تنشف بسرع فعطيت سوية ازرع او سوية ابيع او سوية ابيع او سوية ابيع كذا رجزة الابيع سوية الاب سمع فاولا والان رح اكمل الدامت او شوف هولينا الاطر الاغن براعدين ما اعهم اعني دراسة ما تغرب لان الاسق سويه هذا الشي في التعلمت من زمان مراهلون أحب أسألكم إذا تنهون مثل المقاطع رسم تعليمية عز شغابي مراهلون لأنه لدي خطرة بالرسم عشر سنوات الرسم التشكيلي أكبر شيء أحيانا نرسم بورتري فإذا أحبهن أنا أحبه فمش رأيكم؟ يكون كده فيديو رسمتها ليمي على الأساسيات للمهتمين بقصوموا للمهتمين هادي هنا نشرت الرسم على الأنوان البلاوان أخذتها لها طبعا هما يشفوهم شكل سليل لأنه معهم ما هو أوكي أحبك كل هذا الأسماء نظرة هذا اللون الأخضر هو بعين كده في الصورة كأن أزرق يعني أخضر رقامك مع الدرقوازي بس هو هذا اللون الأخضر وحيد الموجود بمجموعة الإكريلك شوفي كده شكل كيف كيف أن أزرق بس هو أخضر رح أعطمنا شوية رح أخففها شوية باللون الأبيض لأن أعداد لوننا أخضر فاتح مناسب للون العشب والنبتات وما بحاول كده حطلون أبيض أخفف لي لو أستيقيا المترجم للقناة هنا لأن عدود السماء صارت باينة عندي فهذه لنرسم الآن عدود الأرض بدون ما أخاف أنهم يتم جمع بعض فهذه الآن ترسم الأرض الرسم من هواياتي فشوفوا كيف أنا مندمجة مرة حتى نسيت أني جارسة أصور اسمر يعني مفروض لكم جوية هادية لكن كده ما مندمجة بالرسم أصوات المرشة والأغلانش شكرا لما يكون كده فيها تباصيل صغيرة هذه الأقصال على العالم كمرا مندمجة باللوية أعباد تباصيل لما أرسم أعزب لنجاز شرب رألو تليما جربو يرسمون أجربو يمكنكم بي شرب رألو الرسم تليما جربتو منك تليما جربو طبعا موشة تتكون الرسمة بيرفكت أو مثالي أو رسل منها يعني تكون بقواعد أو تفاصيل ألف بعدها لها دياني حتى نوع شخابية تموها جدا هلو بسيط أتذكر لما كنت في الإبتدائية كنت أرسم بالألوان أدمج تفاصيل كده الصعبة لما أوردها مع النباس طبعا ما عجبها يعني ما رسمت شيئة بيسيك زي ما هي طلبت منها في صندوق كيف ما أعجبها وجراحة تتكيلها بالصراع وكيف ترسم لكن رجعت بعد خمسة سنوات ترسم شوفوا كده بس ما أعجبني لول الأخضر هذه شوي تركوها سموها شوفوا هذي الفقر الهلوة شوفوا الهدوم كده مطيفة مرموا لها المنظر كده يجلل الشكل كأنه في طهر اوه انا أصلا ما أحب أرسمها على الوراء أحب أريد أرسم بالنص يعطي شعور رائع لك أنه هو عب إطار تشوفه كيف شكل الأرهن سجيل الناصق لها الجمل الآن بعد الملقات سأشيل الناصق لها الجمل أسمى صوت جداً مبيع أسمى صوت جداً 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 بخبيت القليل تشبه خيضي أول مرة أطول باسمار وحسيت أني عطشانة فوية قررت تشرب موية ولذلك اندمجت كثير بالرسم فما حسيت بالوقت نادرا نادرا أصورها اسمارة 40 دقيقة ودخر أكثر شيء أكثر شيء 25 دقيقة ففيديوهات الرسم ممتعة بالنسبة لي ونكمل شيء اللاصق كلها أنا لما شد اللاصق أنا جميل عبيت المنظر كذا شكلها كنت يعني آلونا غابولا كنت بخلي كذا لونها جز مرحل كن أرد بخلي كن عباطة سفر كن أرد بخلي فلين أرد بخلي وين أرد بخلي نهاية تغطر كن أرد بخلي رح اوقف الفيديو على كده بس كده لازم اكمل لانه لازم الاولى الجمل بلون بني فاخدت هذه الفرشة لان فيها حد ساوي حادة حتى ما اخرب لون السماء هنا قررت ان لون الجمل يكون بالالوان السيتية شايفين هذا اللون السيتية عندي تقريبا من ثلاث سنوات اشتريت ايام كورونا رسمت رسمتين ايام كورونا ومعاد استعدمت اشوف كيف افتحه مراضي لان فيه الوان بين الغطاب مقفل عليه ما اعرفت كيف افتح الصراحة فيه الوان ثاني كده ابدعه بس ان قطعه اللون كل الكب فكنت خايفة اني احاول اكثر ما كده ابغى اقطع العلبة هنا استسلمت كده اوقف كورونا بس قررت انها اكمل باللون الاكريليك شكرا لك هنا كنت مره مره معدارة ايش اللون اللي يعطينا اللون البني يعني انا اول مره جربت ادمت الوان واطلع لون ثاني فحسب خبرتي يعني اتوقعت ان اللون الاحمر والاسود دي طلعنه بني فكد خليني اجرب وانا ابدا مباحثة من قبل ولا اعرف كيف هطلع لون البني اصلا كنت رح ارسم بالزيدي بس اقضرتها الاكريليك اهنا حطيت شوية احمر وشوية ابيض كده على الجانب والان بعد رح احط لون اسود والان بعد وهذه التجربة الاولى يعني بشوية اذا تضطط تطلعني اللون بني اولا كنت بس رح ابدو الربحة بها حطيت شوية من اللون الاسود شوية بس الان وقت الحقيقة كنت الاكتشار اول ما تمشت الامر مع الاسود طلعلي بني واو مرة انتهشت من اللون البني العلو بعدها عطيت شوية ابيض فمعبيت اللون كده حسيت بس اسود اعمر لها لون كفور حسيت وهذا هو الجمل باللون البني هنا بدأت اعطي وفهم اكمل اللون من الجزء المهور وطنامك وكده غامك اه وفاتر في اجزاء هنا جبت اللون الابياض ورح ازيت شوية او 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 اكون جبت شوية لون بني فاتر ورح ازيت شوية من اللون الابياض جبت شوية احسنت بصابون عشان اقدر استخدمهم بره ثاني اخو الان هاد الشكل الان هاد الى الرسم اشوف كيف شكل تعمل الكيوت صدق شكله شوية خوف بس يعني مو هذا كانت اللي في بالي انه كان شوية اللون غام يعني في بالي كان الوان ابني فاتح اه لان الوان السيتي اخر بدها لايفا هاد اله اللي يتطع معي ولا اهوا شوية اكد انا شفه شوية هي الوان الكريلي اصلا انها غطت انشف ما يهداد اشتكري غطت انشفت اخذت هذا الكلام الضهبي ورأى اكتب عنوان الرسمة هنا فتحت الايباد عشان اشوف الكلام بالعربي والعنجل وعنجل نفس ما هو بالطبط الفين و اربعة و اشريين عام الجمل عندنا بسعودية وزارة الثقافة اختارت سنة الفين و اربعة و اشريين يكون عام الجمل هذه رسمتي اليوم بعنوان عام الابل الفين و اربعة و اشريين الفين و اربعة و اشريين عشان كذا انا رسمت اليوم صح انه مو مره مضبوط لكن اما الرسم تحت و انا ارسم اشبارها تشكرت اشبارها 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 شكرا